نادي الأهلي ومنورنا المحلل والنقد الرياضي والفني أحمد ماطي اللي هيحلل لنا الموتشين اللي فايتوا ونحاول نعرف منه كمان هيحصل ايه في الموتشات الجاية أهلا بيك ومنورنا يا أحمد أهلا بيك عايزين نتكلم الأول عن الموتشين اللي فايتوا أكلين سيتي وموتش سياتل تمام نبتدي بالموتش الأخير بموتش سياتل كولر قدر المباراة بشكل هايل لأن نادي سياتل عنده وجهين يعني نادي غريب شوية نادي هو بطل الكونكاكاف نادي بطل أمريكا الشمالية بيفوز على النادي المكسيكي في بطولة الأندية المكسيكية مسيطرة عليها بقى تقريبا 16 سنة مقابل أن ده نادي أمريكي جديد لسه في الكرة وقدر يفوز بالبطولة بس فاز إمتى؟ في مايو لما نيجي نشوفه هو بقى في الدوري الأمريكي عمل ايه؟ هو الحداشر على الدوري فإزاي بطل؟ بطل قررته يبقى في نفس الوقت هو متأخر جدا في الدوري فبالتالي مرسيل كولر لما بص المباراة دي ودراسهم كويس قوي أنه عرف أنه حيقابل الواجهين أثناء المباراة فيعمل إيه؟ أنه شوفنا نادي سياتل تنزل بقوة جدا الشوت الأولاني ضغط عالي بشكل غير عادي بيهاجم بشكل كوي ولعبته ما تقولش أن هي بقى لها فترة مش بتتضرب أو بقى لها فترة في أجازة أو الدوري منتهي من فترة طويلة مش بيتضربوا بشكل مناسب زي النادي الأهلي ففعلا الشوت الأولاني النادي الأهلي كان بيدافع شوية كان أندر دوك شوية كان بيستقبل لعبة أكتر الشوت الثاني خلاص نادي سياتل بقى نادي مجهد مش قادر يعمله الشوت الأولاني فيعمل ليه النادي الأهلي تقريبا من ديها 60-65 ينزل ثلاث لعبة بقدرات هجومية أعلى ليه عشان أستقبل الكرة الثانية ليه عشان أقدر أهاجم نادي سياتل ليه عشان أنا أقدر الشوت الثاني أبقى أنا مسيطر على المباراة في الشوت الأولاني نادي سياتل كان عمل تمن تزديدات على النادي الأهلي مقابل واحدة بس للنادي الأهلي الشوت الثاني العكس تمام الأهلي عمل تسعة تزديدات وسجل هدف ولو كان الماتش راحل 120 ديها كان برضو الهدف هيجي كل حاجة طبعا بيضرب بنا لكن في الفكرة وما فيها أن الأهلي كان حيقدر يسجل الهدف سواء أو الليتر فإدارة مرسل كولر لمباراة سياتل كانت مباراة يعني أو إدارة جيدة للغاية سواء الشوت الأول أو الشوت الثاني وده برضو عملوا أمام أوكلند لأن السياتل مش أوكلند السياتل أقوى بكثير وأوكلند أقل شوية ما كانش ينفع كلام اللي هو من بعض الناس اللي هو يقول ده لازم يدافع أمام أوكلند أو يعمل لو بلوك أو يعمل ميديم بلوك ما كانش ينفع كل ده أمام نادي بحجم نادي أوكلند لا أنت لازم تهاجم وقد كان واحد وعشرين فرصة للنادي الأهلي سبعة منهم على المرمى ثلاث أهداف بطرق مختلفة فمعنى كده أنت لازم تهاجم أوكلند وبكل الطرق لدرجة أننا شفنا بعض اللقطات زي الكرة الأوروبية حضرتك يعني احنا شفنا مثلا نادي أرسنال مانشستر سيتي ريال مدريد اللي حيقبله النادي الأهلي بيهاجم بخمس لعيب على خط واحد النادي الأهلي أمام أوكلند كان بيهاجم بخمسة والسادس كانان سواء من الظاهير محمد هاني أو عالي معلول لأن الفريق اللي قدامك بيدافع ليه أرجع وراء ليه أدفع قدام فريق أوكلند سيتي وهو خايف مني فبالتالي قدر الشروط الأولاني رغم أن كان فيه صعوبة كبيرة لتسجيل هذا في الشروط الأولاني حد ما حسين الشحات فك التلاصم يعني النادي أوكلند في الشروط الثاني الموضوع تحول تماما هل يجب أن نتكلم عن جول حسين الشحات طيب بالنسبة لجول حسين الشحات هو كان قرار فردي جيد منه الحتة دي ممكن نتكلم فيها تكتكيا لو بشكل بسيط النادي الأهلي كان بيقابل دفاع منطقة بشكل غير عادي من النادي أوكلند فكان الحل أن أنا لازم أعمل زيادة عددية الزيادة عددية اتعملت إزاي عن طريق عبدالقادرة على أقصى الجهة اليسرى عن طريق الشحات على أقصى الجهة اليمنى وشريف بجنبه اتنين اللي هو حمدي فتحي في الجهة اليسرى أو في أنصاف الممرات يعني النص في الممر الأيصر والنحة التانية السولية ورغم كده كان فيه أزمة برضو لأن كان فيه مشكلة عند الاتنين الأظهرة في النادي الأهلي أن هم متواجدين مع الأجنحة فبالتالي نص الملعب كان متفرغ تماما أو يعني فارغ ما فيهوش غير ديانج فقط فكان النقطة دي هي الشوت الأولاني هو ليه الأهلي ما بيكسبش هو ليه ما فيهش فرصة خطيرة زي اللي حصل مثلا الشوت التاني لأن الأظهرة كانت مفروضية تضم الجوة شوية عشان تمرر كرات لخمسة اللي بيلعبوا في الأمام يئم هم اللي يطلعوا برا على الأطراف أو واحد واحد ويدم الأجنحة كل ده ما حصلش بالشكل المناسب في الشوت الأولاني الحل إيه؟ الحل أن الحسين الشحات جامل أقصى اليمين للممر الأيسر أو للجهة اليسرى فعمل زيادة عددية في الجهة اليسرى فكان وقف لوحده لعب عنده قدرات للتزديد أخذ القرار أعرف أنه لازم يتقلق أعرف المباراة دي مهمة وعرف أن أنا مش قدر أوصل فلازم أجرب التزديد من خارج الثمانتاشر ويعني حتى لو كانتش دخلت هدف فكانت هترد فحيقبلها مين في ثلاثة جوة اللي هو شريف اللي هو حمدي أو السلي فبالتالي أنا كان لازم أجرب التزديد تسدت جول خلاص بيت جول وفتحت المباراة أنت بتشوف كيف تشوف ثقة لاعب زي حسين الشحات أنه زي ما أنت بتقول لا أنا لازم أجرب أن أنا من بره الثمانتاشر رشوت الكورة والكورة تيجي جول بالثقة دي أنا متأكد أن حسين الشحات كان عارف أنها تيجي جول ده العيب بيتحط أو دخل التاريخ الكاس العامل الأندية خلاص بينتهي وشكله الحالي مش حيبه موجود بالشكل ده تاني لأن خلاص في عشرين خمسة وعشرين حيبه اثنين وثلاثين فريق فالمشهد التاريخي الكاس العامل الأندية دخل فيه حسين الشحات بالتساوي مع كريستيان ورونالدو كريستيان بيل جاريس بيل ولا إيه كريستيان وليونيل ميسي أنت بتسجل في الثلاث بطولات مختلفة فأنت كده كده لعيب دخلت التاريخ التاريخ خلاص افتكرك وهيفضل طول عمره بيفتكرك وهو لعيب وثق من نفسه وعايز يتقلق بشكل أو بأخ الثقة دي وممكن يعني أضيف لحضرتك نقطة الثقة دي ما تهزتش لما المباراة التانية حسين الشحات ما لا بدأش أساس لأن مارسيل كولر عارف وبيعمل إيه أنا حلعب بتلاتة في الهجوم وموتش التاني أنا حلعب بتلاتة تانيين خالص وحكسة بردو ليه لأن أنا بلعب على حسب الخصم اللي أمامي مش مش أنا قوتي وبس أنا بقى عايز أسألك على حاجة دايما كنا بنشوف أغلب الوقت أنه لما المدير الفني أو المدرب يبقى لي وجهة نظر أنه فلان يقعد دكة كنا نلاقي فلان اللي قعد دكة ده لما ييجي ينزل ما يبقاش الفورمة كولر عامل حالة أن اللي بيقعد دكة بينزل أحسن وأن خلى دكة الأهلي فيها روح أنه أنا مش قاعد دكة عشان أنا أوحش أنا قاعد دكة عشان زيما أنت بتقول وجهة النظر شايف إزاي مارسيل كولر قدر يعمل ده مارسيل كولر حتى الآن ما صرته ناجحة جدا مع النادي الأهلي لكن أفضل ما فيها هي النقطة لحياتك ذكرتها دلوقتي لأن أي العيب حيلعب بشكل سيء فهو عارف أنه هو دكة وممكن أستبعده تماما وده حصل أي العيب حيتقلق بشكل كبير فعادي برضو المباراة القادمة تلعب دكة بالزبط يورجين كلوب بيعمل كده أنشروتي ماريا مادريد بيعمل كده بيب جوارديولا بيعمل كده المدرب الكبير ما بيخافش من أي لعب هو عند وجهة نظر لازم يطبقه خلال المباراة فبالتالي أنه هو تقارب المستوى ما بين تقارب المستوى ما بين الفريق الأساسي أو اللعيبة التي تلعب أساسي أو اللعيبة التي تلعب على الدكة وخصوصا دلوقتي الناس كلها بتقول همين التلاتة اللي هلعبوا بمباراة ريام مادريد اللي قدام ده نجاح ده مش معنى كده أن اللعيبة مستوىها قليل لما يبقى عندك فرقتين قريبين من بعض في المستوى اللي هو التشكيل السياح والاحتواطية ده نجاح للمدرب وبالتالي مع طبعا الصفقات القادمة لا الموضوع بيختلف فمرسيل كبر مرسيل كولار مقدم بطولة نجحة مقدم مسيرة نجحة مع النادي الأهلي وده وده شيئ هايل لأنه هو أنت بتواجه جمهير النادي الأهلي ملايين في مصر في الوطن العربي في العالم كله فبالتالي أنت بعد أكلان سيتي تسحب تلات مهاجمين تقلقوا تشاركوا في الأهداف وتنزب تلاتي تانين خالص أمام سياتل فريق صعب أنت مدر أنت عارف أنت بتعمليه أنت اللي في الأخرة هتتحمل القرار وبالتالي لازم يتم دعمه على مدار الفترة القادمة مش موسم بقى واثنين وثلاثة يقض لأنه هو عايز يعمل حاجة ده مش كويك وين هو مش جاي يعني مطشين ثلاثة ياخد البطولة وخلاص لا هو بيبني فريق غير أسلوب تكتيك في النادي بدل أربعة اثنين ثلاثة واحد وفيه مركز الرقم عشر لا لا أنا حلعب باتنين خليه نقول تمانيات مثلا رقم تمانية بحمدي فتحي بقى عنده أدوار هجومية مختلفة تماما عن الكام متعود عليه إحنا بنشوف حمدي فتحي هو أقرب لعب لكهرباء سواء المهاجم كان المهاجم أو محمد شري فبالتالي لا يبقى أنت مدرب بتنافس اللي أنت عايز لا طبعا نقطة نقطة تحسب جدا لمرسيل كولور فكرة أنه عنده التشكيلتين أن أي حد ممكن يقعد دكة وأي حد يلعب أساسي والذي حينزل لازم يقدي أن إيه لو لعبت وحش أنت أنت مش موجود أنت مش موجود وأنت قدام الكاس العام لأن دي يعني دي فرصة فرصة للعالم كل يشوفك هتقابل نادي ريال مدريد عايزين بقى نتكلم عن ده عن ماتش ريال مدريد شايفة زي موجهة الأهلي مع ريال مدريد فنيا كورة وضع ريال مدريد الحالي ووضع الأهلي الحالي تمام نادي ريال مدريد هو بطل أوروبا نادي كارن في أوروبا يعني نادي قوي مهما كان مهما عنده غيابات مهما عنده أي مشاكل فهو طبعا هو نادي ريال مدريد أي فريقين بيقابلوا بعض في العالم لازم المدرب يبقى عنده نقطتين يئما بتستغل نقاط قوتك يئما بتستغل نقاط ضعف الخصم ودي بتبقى حسب الخصم اللي قدامك قدي بمعنى الأهلي مثلا في الدور المصري في الكاس في الشامبينز ليج في كاس العالم للأندية مثلا أنت عندك لعيبة كتيرة تقدر تسجل أهداف أو قوي بشكل معين فبالتالي أنت هتهاجم فبالتالي أنت بتعتمد على قوتك بنسبة 70-80% في المباراة مقابل نقاط ضعف الخصم 20% تمام تمام أمام ريال مدريد الموضوع سيختلف شوية لأن بالنسبة لخطوط نادي ريال مدريد طبعا هي أقوى فبالتالي أنت هتعتمد على نقاط خصم نادي ريال مدريد هل تقدر تفوز آه طبعا أي نادي في الدنيا يقدر يفوز هي الكرة كتب يعني ما بحبش وما باملش الفكرة أن أنت لا ده ريال مدريد أكيد هيكسامنا لا إحنا أمام بايرن فأكيد بايرن كسب برشنة 8 فهيعمل ليه مع النادي الأهلي ليه 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 الطريقة دي حتى لو الناس كانت تقولها ظهر بين بعض الناس بتقولها بشكل يعني كوميدي يعني لا ماينفعش توصل كوميدي دي لأن الكلام ده هوصل للعيبة أنت بتقول له إيه أنت عادي تخسر لازم رسالتك للعيبة أنت تقدر تكتكيا لا الأهلي يقدر بأشكال كتيرة يقدر يفوز على نادي ريان مدريد ويمشي مجراءات المباراة لأن ريان مدريد عنده عبين خطيرين وإحنا قلنا أنت ستستغل نقاط ضعف ريان مدريد بعد الدراسة يعني فنقطتين دول هما أوضحوا أول البطء في الارتداد وخصوصا لو مدريد وطوني كروس اللي هما بنسبة بير هلعبوا المباراة لأن هما بيريحوا دلوقتي لأن في مباراة مايوركا مش بيلعب فعندهم مباراة النادي الأهلي هو ريحهم وبيلعب أمام النادي الأهلي في اليوم الأربعة القادم فبالتالي الاتنين دول هلعب دول في الارتداد مش فأسرع ما يمكن تاني حاجة الأظهرة سواكر فخال اللعب ظاهير أيمن لعب ناتشو لعب كما فينج على الظاهير الأيصر اللي هو أصلا مش ظاهير الأيصر هو نص ملعب بس هو بيجيد شوية أنه يلعب على الظاهير الأيصر كانوا من أنواع الأظهرة الوهمية للدعم فينيسيوس فأنت تقدر ترمي كورة خلف الاتنين أظهرة ده الطريقة الوحيدة لتسجيل أهداف أنت حتسير المباراة وحتمشيها أنه ما يدخل فيك أهداف ده رقم واحد أنت عملت كده أمام سياتل فهتعمل إيه أمام نادي ريال مدريد لا أكيد أكيد هتبقى بتستقبل اللعبة أكتر أكيد الاستحواز هيروح ل60% ريال مدريد أكتر شوية أكيد هتمسك كورة في عدد دائما المباراة بس مش قد ريال مدريد يعني أنت بتقول أنه الأهلي هيدافع بشكل أكتر قدام ريال مدريد ده لسببين ده صح وده ريال مدريد حيجبر يعني ريال مدريد ما بيخسر شكورة خلال موسم الماضي غير أمام تشلسي منسيتي ليفربور كده يعني لازم يكون إما هو الطبيعي أن النادي الريال مدريد سيمسك الكورة والنادي الأهلي طبعا يعني ما متشاكل سألت السؤال ده هو النادي الأهلي طالما حيدافع في بعض الناس بدأت تتكلم طبما يدافع بخمسة صح زيادة عددية على فينيسيوس على الجهة اللي هي اليومنا النادي الأهلي يبقى الجهة اليسرى النادي المدريد لا الكلام ده مش مزبوط لسبب مرسيل الكورة مش متعود أنه يلعب بخمسة أدفع ليه غير الخطة أمام أصعب مباراة وأقوى مباراة وأهم مباراة الجماهير في كلها مستنيعة أصدق ليه أجرب خطة مختلفة عن اللي أنا ألعب و و الريال متعود أنه يلعب أمام خمسة يعني ليس الخمسة اللي يمنع الريال هو الرسم التكتيكي ليس هو اللي يمنع الريال لأنه عادي تلعب قدامه خمسة هيكسب عادي تلعب قدامه باربعة هيكسب ستة كمان هيكسب ده الريال المتعود عليه فبالتالي أنت الأفضل أنت تلعب بنفس الرسم التكتيكي بتاع 4-1 مثلا 4-1 اللي تمت خلال المباراتين لكن بأدوار مختلفة يعني بدلا ما اللعيبة يباليها أدوار هجومية بدرجة معانا هيباليهم أدوار دفاعية بشكل مختلف والحل في الموضوع ده أدوار كل لعب والزيادة العددية النقطتين دول بقى إزاي الزيادة العددية إن في كل جهة من النادي الأهلي يجب أن يعمل زيادة بثلاث لعب يعني مثلا هاني والشحات والسولاية عشان جابهة فينيسيوس كما فينجا توني كروس أنت لازم تعمل زيادة عددية وبالمقابل الثلاثة التانيين برضو في الناحة التانية اللي هو مثلا الحمد فاتح يعلي معلول وطاهر مثلا طيب أنا دلوقتي فراغت تقريبا نص الملع الحل إيه الحل إن أنا لما أنا يبقى كرة في الجهة اليسرى النادي ريال مدريد إن التلاتة النحة التانية برضو يقربوا اليمين كده كده موجودين مع فينيسيوس أنا بتكلم لا الجهة المقابلة للنادي الأهلي تقرب لازم دايما طول المباراة انت عاملت زيادة عددية ومقرب الخطوط بالكامل 4-1 4-1 4-4 خطوط لازم بالكامل يكون قريبين من بعض قوي أمام نادي ريال مدريد والخطورة الكبيرة جدا اللي هتكون من فينيسيوس اللي هو أهم اللعيب وطبعا رودريجو ونقطة كمان مهمة في ريال مدريد هو قوي جدا بشكل غير عادي في التزديدات من خارج الـ 18 اللي هو المكان اللي هو متواجد فيه في الملعب بقراره يعني اللي بيغطي المكان ده هو السولية وحمدي فتحي هنا بقى فيه ثلاث لعيبة من نادي ريال مدريد ورح لهم ثلاث لعيبة من نادي الأهلي بيروح معهم ديانج المنتخب المغرب يعمل كده بلعب نفس الاسم أحمد احنا هنكمل كلام افتكر احنا وقفنا في أنه نقطة بس هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتكم رجعنا لكم مرة تانية وليس مكملين معاكم ستوديو التحليلي ونور من المحلل والناقد الفني أحمد ماطي أحمد قبل الفاصل كنا وصلنا لديانج طبع كملي بقى تاكتكس الفرقتين من هنا ومن هنا المكان اللي زي ما كلمنا فيه عن ديانج المكان ده ما ينفعش يسيبه غير بقراره هو سواء يروح الجهة اليمنى أو اليسرى لأنه لو التزم مثلا مع رودريجو التزم أنه يكون مراقب للكا مودريتش مراقب لتوني كروس المكان اللي هو قدام خط دفاع النادي الأهلي حيبقى فاضي أسينسيو فالفيردي شوطة واحدة مش ممكن هجومية أو دفاعية طيب النقطة التانية المهاجم في النادي الأهلي حيبقى عليه اللي حيالعب سواء مثلا شريف أو كهرباء حيبقى عليه مهام دفاعية أكتر ودفاع النادي الأهلي حيبقى عليه بعض المهام الهجومية يعني مش الدفاعي دافع والهجوم يهاجم محلس هذا يعني المهاجم عليه مهام دفاعية والمدافع عليه مهام هجومية تمام 40 مليون. هذا العيب سيستلم الكرة بمنتهر الراحة ويقدر يحرك الملعب عادي ويقدر يوصل كرة لخط الهجوم لنادي ريان مادريد أو لتوني كروس أو مودريتش أو يعمل اللي هو عايزه. هذا العيب لازم يتمسك. الكرة الحديثة بالكامل المهاجم ما بيمسكش الاثنين قلوب الدفاع. ما بيكونش متواجد ما بينهم لأن قلوب الدفاع حالياً بقوا بيجدوا التمرير على مستوى العالم كله إجادة ويجب أن يتم. فإن روديجر لعب ناتشو لعب قلابا لعب ميليتاول مصاد يعني أن استبعد ميليتاول دلوقتي في الكلام كل ذلك سيجدوا التمرير فإن تضغط عليهم هيتعمل يعني. إذا يجب الكهرباء يضغط عليهم بقوة ويدفع يعمل رهيب على روديجر سيجدها للناتشو. هتضغط علي ناتشو كثيراً. هيتم خلص. فإن الحل أن أنت تكون متواجد في اللعيب اللعيب اللي موجود على الدايرة. فمثلاً لو قادي تشواميني ويواجه قادي ملعب نادي الأهلي أو نص ملعب نادي الأهلي. بيتواجد كهرباء أو شريف خلفه عشان ما يخدش راحته في التمرير. لأن أي غلطة أنا هخطف منك الكرة وحركة. ده العالم كله بيلعب كده. وده اللي لازم يعمله المهاجم. مش اللي هو بقى هتتلعب له الكرة الطويلة فهيستلمها بمثلاً براسه عشان هو قوي مثلاً في الالتحامات الهوائية. وبعد كده يلعب على الكرة الثانية. كلام ده مش حين في أمام نادي ريان مدريد. الحل أمام نادي ريان مدريد. عشان تسجل هدف هي أن أنت تعمل الكرة على الأطراف. بعيد خالص. خلف المدافعين. وهنا دي برضو عشان تلعبها خلف الأظهرة خلف الدفاع نادي ريان مدريد. مين اللي هلعب الكرة الطويلة؟ الدفاع. اللي يبقى عليه أدوار هجومية أنه يلعب الطولية. ليه بقى؟ لأن الكرة لو أنا وصلتها لنصف الملعب عشان هو اللي يكون العامل الإبداعي. زي مثلاً سلية أو حمد فاتحي. فيلعب الكرة للجناح. ممكن في أثناء المباراة وغالبية أوقات المباراة أن أصلاً السلية سيبسابق الشحات. رغم أن المفروض الشحات هجومية أكتر. إذن الشحات سيكون بيرجع وراء لأنه عنده مهام دفاعية عشان يقفل جابهة فينيسيس. ولعكس طبعاً ناحية التانية للطهر أو أي إن كان اللي هرب على الجهة اليسر أو عبدالقادر أي حد. فبالتالي اللي عشان أوصل الكرة خلف اثنين أظهرت نادي ريان مدريد لازم ألعبها بسرعة. ولازم يبقى ساعتها الشحات بيواجه بوشه. يبقى لازم الكرة جاية من بعيد خالص. فيبقى لتنين قلوب الدفاع من نادي الأهلي هم اللي هلعبوا الطولية. ودي برضو رسالة لازم تحصل خلال أول ربع ساعة ومص ساعة في المباراة. أهم حاجة ما تخلش فيك هدف. أنا عايزة أكلمك عن الأهداف والسيناريو مباراة لكن خليها نبتدي من وجهة نظرك. التشكيل الأمثل للنادي الأهلي وكمان ريال مدريد ولو كورتواء ما قدرش أنه يكون موجود. هل شايف أنه ده هيفيد النادي الأهلي؟ طيب نبتدي بالتشكيل. نبتدي بالتشكيل. الأهلي هيفضل بنفس الرسم التكتيكي بلاش يغيره يغير الوظائف زي ما احنا تكلمنا. أربعة واحد أربعة واحد طبعا حرص المرمش الناوي معلول طبعا عبد المنام ومتولي. وكمان محمد هيني ديانك زي ما تكلمنا حمدي فاتحي على الجهة اليسرى مصر ملعب يسار. وطبعا السلية يمين والشحات وأميل شوية لطاهر أول ستين سبعين دقيقة. يعني بلاش عبدالقادر هو اللي يبدأ. يعني خلينا نقول طاهر لقدرات دفعية أكتر. يقفل الجابهة الثانية. لعب عليها بقى أسينسيو. لعب رودريجو. أي أن كان اللي هيلعب ريان مدريد بالشكل عامل إزاي. فيفضل أن الطاهر يكون هو على الجهة اليسرى. والمهاجم الكهرباء متشريف مش فارق كتير. لأن دا مش محتاج المهاجم السترايكر الهجام المتعود على الأهداف. أو محتاج المهاجم اللي بيلعب تسعة ونص وبيحرك. الاتنين مش دا اللي هيتعمل منه. فالأجهز فنياً. بدنياً كماناً. طبعاً. بالنسبة لقراءة كولر قبل المباراة. يعني سيشوف من اللعيب الأجهز. هو اللي سيبتدي لأنه هو أدواره ستختلف تماماً. عن الأدوار المطلوبة من ده أو من ده. لأنه ليه المرات يلعب بكهرباء. وليه المرات يلعب بشريف. الاتنين مش موجودين في مورات ريان مدريد. مش دا السبب. مش دا السبب. مش الأدوار الهجومية. لأدوار الدفاعية. دا كده بالنسبة للنادي الأهلي. نادي ريان مدريد عنده إصابات كثيرة جدا. الإصابتين اللي لسه مش متأكدين. مية في المية. هو بنزيمة وميليتاو. فيه تخبط كبير جداً في الأخبار. النهاردة كل حاجة هاتبت. يعني النهاردة بالليل كل حاجة هاتبت. بنزيمة وميليتاو. بنسبة ونسبة. ممكن يسافروا ما يلعبوش أمام النادي الأهلي. إن شاء الله مباراة الثالثة والرابعة بعدما الأهلي يفوز. ماشي. بس محدش مأكد المعلومة دي. كورتوه اتصاب حالياً ما يركب بلعب أمام نادي ريان مدريد. وفائزة على نادي ريان مدريد كمان بالمناسبة. قبل المباراة مباشرة اتصاب كورتوه. هل كورتوه مؤثر؟ كورتوه أحسن حارس مرمى في العالم. كورتوه هو الرجل المباراة النهائية لنادي ريان مدريد أمام نادي ليبر بول. نهاية تشاميز ليج. كورتوه بياخد الجوائز. كورتوه هو كل حاجة في ريان مدريد أو بمعنى أصح هو من أهم الأعمدة في نادي ريان مدريد هو. ولوكا مودريد وفينيسيس وفينزيمة الموسم الماضي. فغيابه طبعاً مؤثر. حارس الاحتياطي طبعاً بعيد جداً في مستوى عن كورتوه. هل هو مؤثر للدرجة؟ مش للدرجة أمام قوي النادي الأهلي. هيكون مؤثر اعتقد لو الماتش راح لدربات جزائية. كورتوه متقلق بالدربات الجزائية. هل ستهاجم على ريان مدريد قد إيه؟ لكي أنت محتاج للعيب مثل كورتوه يصد. مثلاً من وجهة نظر ريان مدريد. فهو سيأثر بشكل كبير جداً هو بنزيمة. لو بنزيمة فيها لم يلعبش لأن هم مشرادين يقولوا أن بنزيمة 100% عمل شايلة. لا المعاكل العالمية مبارح قالت أن بنزيمة وميليتاو جاهزين لمبارات ما يركب بس سيرايحوا. لا هم مستبعدين. حيبان باب الليل. إما كورتوه لسه هيعمل أشاعة بكرة. يعني لسه هيعمل إما رأي بكرة. ويتأكد بقى كل الأخبار. ويتأكد ممكن تكون أصلاً البعثة خلاص بتسافر. أنا وقت الفقرة خلص بس مش هقدر أختم الفقرة قبل ما تقولي توقعاتك لموتش بكرة. طاقات والثمانيات. من الأربع عن أسفل. طاقات والثمانيات. الأهلي يدافع بشكل كويس ويصير المباراة أنه لا يدخل فيها أهداف. ويوصلها لحد صفر صفر وضربات الجزاء. وده سيناريو قبل جد. الريال عادي ما يدخلش إجاء. خسرها من مايورك. عادي. تقدر. يعني يسوي كان. تقدر أن أنت تتوصل المباراة لحد ضربات الجزاء. وعثنا المباراة طول ما أنت بتكسب وقت ما بيتخلش فيك أهداف. أنت معناتك هتكون عالية جدا. صح. لو ريال مادريد خطف هدف في أول المباراة. موضوح يبقى صح. هتلازم تهجم. ما تفضلش بالدفع. صح. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات الهيلة اللي انت ديتهلنا. إن شاء الله تبقى موجود معنا مرة تانية في الحريفة. خلصت فقرتنا. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتكم.